دخول الانتخابات بلا صدمات سياسية يصير عملها ومو كل شيء بها تفاعلات بدون هالأكشينات ما تصير قصة ما تصير انتخابات أصلاً بجيلة فمن الطبيعي أن يصير أزمات ويصير مشاكل هذا لا يعني هذا لا يعني أني أخفف من حدة عفوا بدأنا إحنا خلاص أنا أعتقد أي صدمات سياسية هذه بداية وقد نلحظ خلال الأيام القادمة دعوة حقيقية وواضحة للانتخابات المبكرة آها ربعا ممكن يعني بس سيد المالك له أطراف أخرى لا أطراف أخرى أطراف أخرى لرسلة المسألة للحفة بتقديري ما أقولي الأخيرة بس الحفة الحرجة أو الحادة خلي أسميها اللي تخلي القوة السياسية تفكر بجد في إيجاد حل يعني حتى اللي فعلا ممكن لش راغبين بعضهم بالانتخابات المبكرة قد يكون واحد من الحلول لتلافل تداعيات الأزمة الحالية للذهب باتجاه انتخابات المبكرة طيب ولذلك أصبحت موضوعة انتخابات المبكرة واحد من القضايا المرجحة كحل للأزمة الحالية هذا لا يعني أن أقلل أنا من خص مشكلة اللي انثارت مشكلة التجسس أو شبكة التجسس أو ما إلى ذلك هذه مشاكل يعني قائمة وموجودة والقلاء الآن يحقق بيها ويدقق بيها وأكو اعترافات وأكو كلام كثير بهذا الخصوص لكن بشكل حقيقي ينبغي أن نلتفت أن هذه السنة سواء جارة انتخابات المبكرة أو ما جارة انتخابات المبكرة هي سنة الضرب تحت الحزان ضرب تحت الحزان لأنه فعلا ماكو قواعد تنظم الممارسة السياسية والتنظيم العلاقات السياسية فيما بين القوى جيد لما شخص يرى نفسه أنه يكون يكنسل الجميع وهو يصير رقم واحد الآخرين ما رح يقعدون يسكتون طبعا في النتيجة ما رح يسمحون لأن يكنسلهم صح أيضا رح يكنسلون قبل ما يكنسلهم نتحدث بهذه اللغة الناس هالواقع ما يجري الآن وهذه طريقة خاطئة في تنظيم العلاقات السياسية القوى السياسية لا ينبغي أن تتعامل مع بعضها على نحو العداوة أو على نحو الكسر العظم أو على نحو الإزاحة لا تعاملوا على أساس نوع من تنظيم المصالح بطريقة التي تؤدي الغرض من العمل السياسي هذه الطريقة طريقة خاطئة سواء كان مارسها فلان شخص أو فلان حزب أو فلان مجموعة سياسية بتقديري الآن على القوى السياسية نتراجع وتعيد تنظيم علاقاتها فيما بيناتها وتندفع للعمل السياسي بطريقة أفضل من الحال الحالي لأننا بعدم إعادة تنظيم العملية السياسية قد نخسر العملية السياسية ليس بالضرورة نخسر العملية السياسية ولكن ما تنطي النتائج المطلوبة منها بالشكل الحقيقي وبالنتيجة يعني تبقى العملية تمشي منعطفات متكررة يعني تعيد تكرار نفسها بطريقتنا أو أخرى من دون حدوث أي عمليات تطوير أو إنجاح أو تبقى الدولة بالتعبير بعض الأكاديميين تبقى دولة عالقة بين هذه التناقضات تبقى دولة عالقة بين الأفضل